انشأت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات بسم الله الرحمن الرحيم في شخصية صعبة شوية في التعامل معها شخصية مركزية متسلطة على الآخرين بمعنى أنها دائما وأبدا تطلب تنفيذ ما تريد وتعاتب الآخرين على عدم التنفيذ تتحكم في الناس تريد الناس يعني مسخرين لها الشخصية المتسلطة يلومك يعاتبك يهددك يتهمك أن نجاحاتك يجب أن تكون موجودة لدي هو الذي أصلا ينجح على حسابك يريد أن يكون في الصدارة دائما وأبدا طب هذه الشخصية المتسلطة كيف نتعامل معها الشخصية المتسلطة شخصية تفرض عضلاتها في ظل ظروف معينة على الطرف الآخر لما أواجه شخص متسلط يستخدم إمكانياته في أن يجعلني تحتها وبالتالي يعني يجهدني ويتعبني والآخر ولا يمكن أن يعطيني حتى شيء من حقوقي كيف نتعامل مع الشخصية المتسلطة المتسلطة هذه لو كان زوج أو كان صديق أو الأخ الأكبر مع الأخ الأصغر الشخصية المتسلطة عموما شخصية مقلقة ومزعجة ويشعر الإنسان معها بالضيم ويشعر نربة مصدوب الحقوق نحتاج اليوم أن نفكر بشكل جدي كيف نتعامل مع الشخصية المتسلطة خطوات عملية وسهلة وبسيطة في خروجك بشكل إيجابي من مواقف التسلط من قبل الآخرين في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات حياكم الله الشخصية المتسلطة شخصية مقلقة ومؤلمة ومزعجة تظهر على حسابك كما ذكرنا لا تتنازل تحملك الأخطاء دائما أبدا هذا المتسلط كيف نتعامل معه ما هي الخطوات العملية في التعامل مع الشخص المتسلط الخطوة الأولى لابد أن ندرك جيدا أو قبل الخطوة الأولى لابد أن ندرك أن أساسا قد يكون جزء من المشكلة هي شخصية هذا الإنسان وجود ضعف في الشخصية فقد في الثقة ترى أحيانا بعض الذين يفقدون الثقة في أنفسهم ممكانياتهم ومقدراتهم ربما يحاولون أن يغطوا هذا الفقد من خلال التسلط على الآخرين أيما كان الأمر نحتاج في الخطوة الأولى أن يثق الإنسان بقدراته أنا أخشى أحيانا أن الشخص الذي يعيش في بيئة متسلطين أن يفقد الثقة بنفسه لأن التسلط قد يشعره بالضعف أو الدونية ولما يكون في الدونية قد لا يشعر نفسه شيئا ليس لديه إمكانيات ولا ممكنات ولا ولا إلى آخره فهنا نؤكد على قضية مهمة حتى لو وجد في بيئة متسلطة أو مع شخص متسلط لا تنسى أن لديك إمكانيات وقدرات تلتفت إلى نقاط قوتك ارفع معيارية الثقة بالنفس هذه خطوة أولى مهمة جدا حتى لا ينهار الإنسان في مواقف التسلط الخطوة الثانية تجاهل بعض التسلط بمعنى أنا لا أحتاج اليوم أن أرد على كل موقف تسلطي ولا أصطنع مشكلة في كل موقف تسلط لو كان هناك زوجة متسلطة أو زوجة متسلطة أو صديق في العمل أو مدير في العمل ليس بالضرورة أن أرد في كل موقف بعض المواقف أتجاهلها لا أحتاج أن أرد فيها وهذا ربما يريح الإنسان أحيانا لأن الردود تدخل إلى منطقة الصراع ومنطقة الصراع هي منطقة فيها آلام متبادلة فالتجاهل أحيانا يكون جيد الخطوة الثالثة حد من هذا التسلط بالمواجهة المواجهة التي نؤكد عليها دائما وأبدا المواجهة اللطيفة الواضحة المؤدبة المقاعدة بالقواعد التي تمثل قيم الإنسان ومبادئ الإنسان عندما أوضح للإنسان أن هذا الموقف عبارة عن تسلط هذا الموقف عبارة عن تجاوز هذا الموقف عبارة عن نوع من التحكم المركزية العالية هذا سيساعد على حد مثل هذه القضية خاصة لو جاء في سياق جيد أخيرا المغادرة أنا أحيانا أحتاج فعلا أن أغادر من خلال التعامل مع مثل هذه الشخصيات الشخصية مؤلمة مقلقة مزعجة متسلطة علي تسلب حقوقي تسلب إنجازاتي تظهر هي في الصدارة وأنا دائما في المؤخرة يعني تستلذ بمثل هذا التصرف أحيانا أنا ابتعد وأغادر المشهد هذا سيساعد كثيرا على الهدوء النفسي في التعامل مع هذه الشخصية ومع ذلك يمكن أن نعيش مع آية قرآنية ترسم لنا وحدة من الشخصيات المنتسلطة عبر التاريخ وكيف أمرنا القرآن أن نتعامل مع هذه الشخصية نتأمل الآية أو نسمع الآية ونعود إلى تأمرها إذهب أنت وأخوك بآياتي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى حياكم الله فعلا بكل التسلط الموجود لدى شخصية فرعون إلا أن الآية القرآنية جاءت بالقاعدة فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا هذا المتسلط أحيانا تحتاج أن تتكلم معه بقول لين بأسلوب لين بعبارة مقبولة وكأنك لا تقابل التسلط بالتسلط ولا الخطأ بالخطأ ولا الإساءة بالإساءة وكأنك في ذفس الوقت تقيم الحجة بطريقة مؤدبة واليوم نحن نعيش قضية التعامل الإيجابي مع كل من حولنا ولو كانوا أحيانا مؤلمين لنا لكن قال فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لو أننا طبقنا قاعدة القول الليل في تعاملاتنا لخرجنا من المواقف المؤلمة إلى ساحات من التعامل الإيجابي مع كل مواقف الحياة المختلفة أراكم على خير إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات وأردت تقريب المسافات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات